يعد مشروع منشأة الجمرات من أبرز المشاريع التي حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذها لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام وتجنب جميع المشكلات الناجمة عن الزحام الشديد عند رمي الجمرات مشروع منشأة الجمرات بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من 4 مليارات و 200 مليون ريال سعودي وتصل طاقته الاستيعابية إلى 300 ألف حاج في الساعة ويتكون من خمسة طوابق تتوفر فيها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن دراسة ميدانية لمنطقة الجمرات عمل عليها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحث الحج والعمرة نتج عنها هذه المنشأة العملاقة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة في عام 1422 تقريبا تم طرح فكرة تطوير جسر الجمرات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الأيام وفي هذه الأثناء كان عندهم خبراء ألمان شاركوهم في هذا المقترح بعد كذا تم عرض هذا المقترح على معهد خادم الحرمين الشريفين والجهاد ذات العلاقة وصار فيه لجنة تم عمل دراسة المعايير التصميمية لمنطقة الجمرات حصلنا خلالها على عدد كبير من المعايير من أهمها اتجاهات القدوم ومعدلات التدفق أزمنة الأزمنة المختلفة خصائص الحجاج الفكرة التصميمية لجسر الجمرات تهدف إلى تسهيل الرمي والحفاظ على سلامة الحجاج بتوزيعهم على مداخل ومخارج المبنى الذي يتكون من خمسة طوابق بارتفاع يصل إلى 12 متراً للدور الواحد طبعاً كانت من أهم النقاط التي اعتمدنا عليها أنها تفتيت الكتلة من خلال تعدد المداخل والمخارج الاستفادة من الطبغرافية المحيطة بالمنطقة وربط المنشأ بالجهات المختلفة من خلال الاستفادة منها عدة جهات شاركت في تصميم الجسر البالغ طوله 950 متراً وعرضه 80 متراً ورعي في تصميمه أن تكون أساساته قادرة على تحمل الزيادة المستقبلية للحجاج على امتداد 12 طابقاً وبما يتجاوز 5 ملايين حاج